من واشنطن ينضم إلينا حسن هاشميان الخبير في شأن الإيراني سيد حسن البيان الثلاثي الفرنسي البريطاني الألماني هو مقدمة لماذا في اعتقادك؟ هل مجرد تسجيل موقف؟ أم مقدمة لإجراءات ربما تعتبر تحول في الموقف الأوروبي تجاه السلوك الإيراني؟ نعم تحية لكم ومشاهدين البرنامج هذه خيبة أمل مع الأسف سيد مكرون عندما إيران دخلت في المرحلة الرابعة في موضوع فوردو والتخصيب اليوراني في فوردو سيد مكرون قال عندما يأتي تغرير الوكالة سنتخذ الإجراءات اليوم جاء تغرير الوكالة وأثبت بالوثائق وأيضا تغارير المفتشين بأن إيران خرقت الاتفاقية النووية بأربعة مراحل مخزون اليورانيوم، درجة اليورانيوم، أجهزة الطرد المركزي المتطورة وأيضا موقع فوردو لذلك كان مطلوب من الأوروبيين يتحركوا ويقوموا بإجراءات على أغل تقدير إعادة العقوبات الأوروبية ضد النظام الإيراني لأن النظام الإيراني كما قال حسن روحاني الرئيس الإيراني الآن بعد كل هذه الخروقات يطمح إلى شراء وبيع الأسلحة يعني ننظر إلى هذا النظام كيف يتعامل مع كل المعاهدات الدولية لذلك أنا بتقديري في موضوع تغرير الوكالة نقطة لافتة أخرى غير هذه الخروقات وهي ترجع إلى موضوع ترق زاباد في جنوب طهران وهناك ذرات يورانيوم حصلوا عليها في هذا الموضوع يعني إيران حتى تعمل تخصيب يورانيوم في مراكز مثل هذه إذا إيراني مستمرة في خروقاتها نعم بناء على ما جاء في تقرير الوكالة ولكن هذه الدول الثلاثة تقول بأنها خيبة أمل من موقف الدول الثلاثة ولكنها في البيانة المشتركة قالت بأنها ستبحث أليه تفضل المنازعات الواردة في اتفاق النووي 2015 ألا يعد ذلك مقدمة لمعاوضة فرض الأمم المتحدة عقوبات على طهران؟ أنا لا أعتقد ذلك أن الدول الأوروبية تتحلك بهذا الاتجاه الدول الأوروبية ستطالب الحكومة الإيرانية بمثلا بعض الإجراءات لرجوعها على بعض الخطوات ولكن هناك خروقات ما زالها مستمرة أنا لا أقرأ من هذا البيان أن الدول الأوروبية تريد تتخذ إجراءات ضد النظام الإيراني لأن النظام الإيراني خرق الاتفاقية النووية ولكن ننظر للموقف الأمريكي في ليلة البارحة رأينا رئيس الأركان الأمريكي سيد مارك ميلي في محطة ABC تحدث بوضوح وحضر النظام الإيراني بأن هناك ضربة عسكرية ستكون لأن قبل دخول الاتفاقية النووية في عام 2015 الولايات المتحدة حضرت إيران وكان مستعد لقصف موقع فوردو وهناك كانت غنبلة 13 طون وشوية وهناك كانت تحركات عسكرية من قبل الولايات المتحدة الآن الولايات المتحدة بعد إجراءات إيران في موضوع فوردو تعيد إلى إجراءاتها السابقة وخاصة الخيار العسكري وأيضا هناك موقف جاء من السيد بامبيو ولكن مع الأسف المواقف الأوروبية خيبتها مالكبيرة شكرا جزيلا لك سيد حسن هاشميان الخبير في شأن الإيراني كنت معنا من واشنطن